تركاية بسيطة جدا في اللمبات الليد بتخلي اللمبة تبوز غير بقى موضوع اللدات اللي بتبقى محروقة والكلام ده كله. يعني انت ما كنت تلاقي اللمبة بتاحتك اللدات كلها سليمة وكل حاجة تانية سموة لكن برضو مش بتنور معاك ومش شغالة. طب ايه الحل? الحل بسيط جدا في فيديو النهاردة فيديو سريع يخليك معاك. زي ما شايفين كده طبعا النور عطى عندنا فاولت انزل في الشارع حصور لكم الفاديو فما علش يعني المهم هنا زي ما شايفين اللدات كلها سليمة ما فاش حاجة مثلا محروقة ولا فيها اي مشكلة زي ما تشايفين يا جماعة هنا في سلكتين طالعين من الكارتة فاي لامبة بقى الكبيرة الصغيرة ايا لامبة فيها كده. فيه سلكتين تمام? السلكتين دول النازلين موصلين هنا معاك زي ما تشايفين. فيه سلكة منهم ملمسها العديد المعدني اللي هو المدور الكبير ده. بتبقى بين البلاستيك وبين السلك. بتبقى محشورة كده بين القلة وبين الحديد نفسه. والسلكة التانية في الدبوس اللي وارا برضو رفاية دوت اللي هو زي المصمار. يعني ايه? الاتنين السلكتين ملمسين المنطقتين دول. من جوة اللامبة. تمام كده يا جماعة? تمام عشان لما تيجي تربط الدواية انت بتربط الدواية بتلاقي الدواية لمست برضو طرف ارض وطرف كهرباء على الجزئين المعدنيين دول. تمام كده? فاحيانا بيكون واحدة منهم فاصلة. هنفك كده زي ما انتم شايفين الكارتة من فوق كده والجزء اللي فيه للدات. الشريحة اللي فيها للدات. طبعا بيبقوا مؤثريني السلكة قوي هما تحس ان هما يعني اطعين من من لحمهم فيه. بسماء علينا يعني زي ما انتم شايفين كده هنا. لو خدتوا بالكم هتلاقوا فيه سلكة مقطوعة. تمام? اهي. السلكة دي مخلوعة من جوة خالص. دي بتاعت الدبوس دوت. لو فكنا الدبوس ده هتلاقي بتركب كبس. بنشده كده زي مصمار. المفروض ان السلكة دي بتبقى داخلة من جوة طلع على الاخر خالص والدبوس ده نازل عليها ملمس فيها. لكن هي فالتة من جوة فبالتالي طبعا لما تيجي تركب مش هتنور معاك. خلاص يا جماعة? فهنعمل ايه? هنبدأ ان احنا نصلحها دلوقتي مع بعض. تمام? ده 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 حاجة من الحاجات اللي بتخليها تفصل. في حاجة تانية هنعرفها كمان شوية بس خليها دلوقتي ان احنا نبدأ نركب السلكة ديت. وندخلها في المكان بتاعها نخليها طالع منها جزء صغير كده. كملي وبعدين نضغط عليها المصمار عشان ان يكون لامس. وان شاء الله تشتغل معانا. تمام? نبدأ نركب كده اه هنا السلكة بتاعتنا. كنا عملنا قبل كده فيديوهات عن اللدات لما بتكون محرورها ازاي نعملها. فسيديوك الفيديوهات دي كلها في الوصف. وانتو عارفين دايما ان احنا بنعمل فيديو. بنسيب الفيديوهات اللي لها علاقة به في الوصف. زي ما تشايفين كده طلعنا هنا السلكة هيت. زي ما تشايفين جزء منها هوات حوالي نصف سنتي مسلا. ولا اربعة ميلة ولا تلاتة ميلة مسلا اهو. جزء صغير كده منها. بحيث ان هو ما يكونش طويل يلمس الناحية التانية اللي هو الجزء المعداني التاني. لأ يعني يكونش طويل قوي تمام? ونبدأ نضغط عليه بالمصمار بتاعه. كده ده ريكم معانا كويس زي الفل. تمام يا شباب? السلكة التانية السلكة التانية ممكن بتبهين ملمسة كده بين البلاستيك وبين دوت. فاحيانا برضو بتكون فاصلة. فانت بتفكها. لو هي فاصلة بتفكها وتركبها وتضغط عليها تاني. بترجع تشتغل تاني زي الفل ما فاش اي مشكلة. دي حاجة من الحاجات اللي بتخلي اللمبات فاصلة. ما حدش كتير عامل عليها فيديوهات. ولا ناس كتير تعرفها يعني. فحبيت اعمل عليها فيديو النهار ده عشان تكونوا انتم تستفادوا وتكونوا عارفين المشكلة فان. تمام يا جماعة? انا عندنا هنا الليدات كلها سليمة ما فاش اي مشكلة. احنا عملنا فيديو كده نحن ازاي نفكه ونركب الليد تاني. هلدى ان نجربها تاني في مكانها. طبعا كان النور ايه يعني? فيعني انتم فهمين طبعا. يعني موضوع النور دلوقتي ده في عامل مشكلة كبيرة عندنا يعني. فما علينا? ركبنا اللمبة اللي بدنا ندوسها على المفتاح. اشتغلت معنا زي الفل الحمد لله فكده معنا كده ان المشكلة في السلكة نفسها. تمام? كده ادريها تشتغل معك بنفس كفاءتها. لكن برضو موضوع تغيير الليد ده بيكون اقل لكفاءة شوية. من اه الجودة الاصلية بتاعت اللمبة يعني. لكن كسلكة انت لكيبتها خلاص يا زي ما هي تشتغل وتبقى زي الفل معاك. اتمنى بقى لايك عشان لايك بينشر الفيديو بيخلى الناس كلها تشوف الفيديو. ويساعد على ان تشار الفيديو والناس كلها تستفاد. اه واللايك والاشتراك واسب لينا كومنتي كده اكتب لينا رأيك اه في التعليقات طيح. اشوفكم المرة الجاية يا سلام. اشتركوا في القناة